يقول الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني جاء في سبب نزول هذه الآيات ان عقب ابن ابي معيط كان اذا اتى من سفر كان يدعو اشراف قومه وكان اكثر ما يجالس وكان كثيرا ما يجالس النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه الى الطعام فاتى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره النبي انه لن يأكل حتى يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فشهد له بهذه الشهادة وكان صديقا له أبي بن خلف فلما أخبره بذلك قال لا أرضى عنك حتى تذهب وتبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فذهب فبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات وهذا فيه خطورة أصدقاء السوء لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يجالس الصالحين قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي وأخبر مثل وضرب لذلك مثلا قال مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكيل إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة ضرب لك مثل بالعطار وما إما أن يعطيك هدية منه هذا الطيب وإما إذا ذهبت تجد ريحا طيبة وإما أن تشتري منه ومثلا بالحداد الذي يصهر الحديث فإذا ذهبت إليه إما تجد ريحا خبيثة أو أن يحرق هذا ثيابك وهذا من الخطورة وحذر الله سبحانه وتعالى من الذين يستهزئون بالآيات ويكفرون بآيات الله سبحانه وتعالى قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره قال ابن سيرين الذين يخوضون في آيات الله هم أهل الأهواء والبدع زي البنجي نكلمك عنهم بعد شوية دير والكلموك عنهم أخوانا من صوفية وإخوان مسلمون وغيرهم فكل هؤلاء يحذر الإنسان منهم لأنه يقودونهم إلى النار ويكونوا ويصاحب أصحاب التوحيد وأصحاب السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحذر من أمثال هؤلاء ومن أسوأ الناس في ذلك الذين يخالفون العقيدة الصحيحة لذلك الآن نحن نأتي نكلم الناس بالاهتمام بأمر الإيمان والعقيدة حيث أن الله لا يقبل عمل من مشرك قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقبل أن نكلم الناس عن الصلاة وعن الطهارة وعن غيرها من الأحكام نتكلم عن العقيدة لأن العمل كما قال الشنقيط عليه رحمة الله كالأساس لأن العقيدة كالأساس والعمل كالسقف فهل هناك سقف بغير أساس لذلك نتكلم عن هذا الأساس كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أمثى وهو مؤمن فلنحيي أنه حياتا طيبة فجعل لذلك شرط ما يكفي أنك تعمل لله سبحانه وتعالى من غير عقيدة صحيحة وأتى ناس في هذا الزمان خالفوا العقيدة وصاروا في العقائد أسوأ من عقائد المشركين الأوائل كما الآن دعاة للشرك محمد المنتصر لزيرك يجبون لك في الإزاعات والتلفزون يعتقد عقائد المشركين الأوائل ما اعتقدوا من أن غير الله سبحانه وتعالى يخلق والله جل وعلا يقول الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وتحدى أهل الشرك يقول الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء ويقول يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب فتحداهم أن يخلقوا أصغر المخلوقات الذباب ما يستطيع أن يخلقوه وليأتوا الآن ليخلقوا هذا الذباب إن صدقوا في أن الأولياء يعتقدون أنهم يخلقون مع الله سبحانه وتعالى ويعتقدون أن غير الله يعلم الغيب والغيب لا يعلمه إلا الله فهذا من خصائصه ومن صفاته كما أخبر الله سبحانه وتعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض فهذا من خصائصه التي أخبر أن أهل السماء وأهل الأرض لا يعلمونها قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون ويقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيثة ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت فلا يعلمون الغيب والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب قال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك أخبر أنه لا يعلم الغيب أمره الله أن يخبرهم بذلك وقال ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولما مدحته جاريا قالت وفينا نبي يعلم ما في غدي قال دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين أنكر عليها هذا القول الليلة الصفياء يقول أن الأولياء يعلمون الغيب مع الله سبحانه وتعالى والأنبياء يعلمون الغيب والله جل وعلا يخبر عنهم يقول يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيب الرسل يسألهم الله سبحانه وتعالى فيخبرون أنهم لا يعلمون ما كان في قومهم من إيمانهم ويخبر الله سبحانه وتعالى يوم يجمع عن الرسل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول هذا فيه أن الأنبياء لا يعلمون الغيب مع الله سبحانه وتعالى لأن الله حينما يظهر الغيب للأنبياء يكون شهادة ولا يكون غيبا فالأنبياء لا يعلمون الغيب مع الله وكثير من الناس الآن يعتقدوا أن غير الله قد يشفي المرض لذلك يذهبون إلى القبور ويسألون أصحابها مع الله سبحانه وتعالى وشفاء الأمراض بيد الله لأن هذا من الضر ولا يكشف الضر إلا الله يقول الله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلاه وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله فالذي يكشف الضر هو الله ولا برعي ولا مكاشفي ولا صايم ديم ولا غيره ما يملكون ذلك أبدا لذلك لما ناظر إبراهيم قومه ذكر من صفات الله جل وعلا قال وإذا مرطه فهو يشفين وفي قصة أصحاب الأخدود التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صيح مسلم قال جليس الملك وكان أعمى البصر ذهب إلى القلام وكان القلام يدعو الله سبحانه وتعالى وكان مستجاب الدعوة فجاء للقلام وأتى له بهدايا فقال له كل ما هاهنا أجمع لك إن أنت شفيتني قال إني لا أشفي إنما فإن آمنت دعوت الله إنما يشفي الله فإن آمنت دعوت الله أن يشفيك فآمن بالله فشفاه الله فشفاء الأمراض من الله سبحانه وتعالى أن لنا الناس يسأل الصالحين مع الله سبحانه وتعالى من دون الله والصالحين ما عندهم هذا الأمر إنما شفاء الأمراض بيد الله وهذا من عند الله جل وعلا وحده وهم لا يملكون شيء وهذا شرك بالله وكفر يناقض الإسلام الله قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون فسمى الله من دعا غيره كافراء فهذا كفر مناقض لدين الإسلام وسماه الله شركة قال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ما عندهم شيء شاء ما يغشوك ساكد يقول لك الكون أعلاه أسفله في طي قرضتنا ما عندهم أي حاجة ده وهم ساكد يغشوك بها يقول لك الكون ده طبعا كل عندنا ونحن بندبر الأمر مع الله سبحانه وتعالى ويغشوك المسكين الله يقول لك ما يملكون من قطمير وهي اللفافة على نواة التمر يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير فسماه الله سبحانه وتعالى شركا والمسلم يحذر من هذا الأمر لأن هذا ناقض من نواقض الإسلام ويجعلك مع الكفار ويجعلك من المرتدين والعياذ بالله جل وعلا فالإنسان يحذر من هذا الأمر وغيرها من العقايد يعتقد أن غير الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب كما يقول قائلهم أحمد يا حبيبي يقول إلى يقول يا قافرة يا ماحي الذنوب يا كاشف الكروب يعتقد أن غير الله يكشف الضر والكر وغير الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب والله جل وعلا يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله قال القرطبي عليه رحمة الله أي لا يغفر الذنوب إلا الله جل وعلا ولا يمحو عقوبتها إلا الله سبحانه وتعالى أو كما قال القرطبي عليه رحمة الله فالذي يغفر الذنوب هو الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله يقول مبينا وذلك في شفاء الأمراض اللهم رب الناس ذي بالباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك هذا في شفاء الأمراض ومن يغفر الذنوب هو الله سبحانه وتعالى كما قال إبراهيم عليه السلام وكانت من حججه على قومه قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين فالذي يغفر الذنوب هو الله سبحانه وتعالى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار قال فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن لكن الليل الصوفي عادي يعتقد أن غير الله يغفر الذنوب ولا يغفر الذنوب إلا الله كما بينا ويعتقدون أن غير الله يدبر الكون مع الله سبحانه وتعالى ويتصرف فيه إحياء وإماتة وعزا وذلا في أوليائهم يقول لك الأولياء ذي يدبرون الأمر ويتصرفون الكون يقول حسن سيدي واتحسون بكم حسن من فوق للكوم متحكم وحسن ما عنده أي حاجة الله سبحانه وتعالى يخبر أنه الذي يدبر الكون وحده لأن هذا من قهره جل وعلا يقول وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ويقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه فهو الذي يدبر الأمر وحده والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر الله أنه ليس له تدبير الأمور كما لما دعا على المشركين يوم وحد قال الله سبحانه وتعالى له ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فالنبي أخبر الله أنه لا يملك هذا التدبير تدبير الكون فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لكن الليلة الصفية يقول لك خلاف هذه العقيدة وخلاف الإيمان وكما بيّن الإخوة أن هذا أن المشركين الأوائل كانوا يعتقدون أن الذي يدبر الكون والله لكنهم كانوا يدعون غير الله من الأولياء والصالحين يقول لك ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا فما زال مسبولا على الناس ستركم قال إذا شئتموا قال إذا شئتم شاء الإله تشاءون ما قد شاء لله دركم أول حاجة البرع كمان قال لا لا أول حاجة الأولياء تعيننا نديل يشاءه تاني بعداك الله سبحانه وتعالى يشاء وهذا من الكذب ومن الكفر بالله سبحانه وتعالى فالذي يدبر هذا الكون هو الله جل وعلا وحده ونحذر المسلم من أمثال هؤلاء الناس أن لا يصاحبهم وأن لا يكون معهم وأن يبعد عنهم أشد البعد لأن هؤلاء دعاة إلى نار جهنم وإن ادعوا أنهم مسلمون لكنهم يناقضون هذه الشهادة فلا يكفي القول باللسان لأن المنافقين الذين جاء فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون لا إله إلا الله كما قال الله عنهم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر فنفى الله سبحانه وتعالى عنهم الإيمان قال وما هم بمؤمنين ويأمرونك بإنكار الآن هؤلاء الضلال من الصوفية والأخوان المسلمين أن تنكر صفات الله سبحانه وتعالى كإنكار علو الله سبحانه وتعالى على أرشه وأنه في السماء وقد ذكر أهل العلم أن الأدلة على ذلك قالوا كما قال ابن أبي العز الحنفي وهذه الأدلة على علو الله لو بوسطت أفرادها لبلغت ألف دليل على علو الله جل وعلا يقول الله جل وعلا يصرح بالفوقية أنه فوق خلقه وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير فصرح أنه فوق عباده جل وعلا وأخبر عن ملائكته يخافون ربهم من فوقهم وصرح الله سبحانه وتعالى برفع بعض المخلوقات إليه وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه والرفل يكون من أسفل إلى أعلى ومن ذلك التصريح بتنزيل الكتاب منه إنا نحن نزلنا الذكرى فالنزول يكون من أعلى إلى أسفل لكن الليلة الصوفية يقول لك لا الله في كل مكان وهذه العقيدة من العقائد الكفرية التي تناقض ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد قالت زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت زوجكنا أهلك وزوجني الله من فوق سبع سماوات ومن ذلك التصريح من الأدل على علو الله على خلقه التصريح برفع الأيدي إلى الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين الناس الآن بترفع يدين لين ليه فوق مشكدة لأنه دي فطرة كما أخبر الله سبحانه وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها مجبولون ويعرفون أن الله في السماء أسأل أصغر طفل أين الله يقول لك في السماء كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم والجارية والحديث عند مسلم وهو حديث صحيح قال أين الله قال من أنا قال أنت رسول الله أين الله قالت في السماء فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي قال اعتقها فإنها مؤمنة فشهد لها بالإيمان والله في السماء عند السلف بمعنيين إما أن السماء هي العلو وإما فيه بمعنى على حيث أن حروف الجر تتناوب أي في السماء أي على السماء وليس كما يظن الصوفية زي ما بقول هذا المجرم الزنديق محمد المنتصر لزيرك جابه قبل أيام في التلفزيون قال يا وهابي الله سبحانه وتعالى أخبر أن السماء تنشق قال لمن السماء تنشق الله يتلب يعني وهذا من تشبيه لله سبحانه وتعالى وأنه وضع في ذهنه صورة لله جل وعلا وهذا من الضلال ومن الكفر بالله فخلاصة الأمر أن الناس تحذر من هؤلاء الصوفية الذين لا يدعون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ويدعون إلى الشرك بالله بكل صوره يقول لك تحلف بغير الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم ما فيها حاجة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف من كان حالفا فليحلف بالله ويقول لا تحلفوا بأبائكم ولا بأمهاتكم ولا تحلفوا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله الصوفية الليلة يحلفوا عاذب الشيوخم ويقول لك تعلق تمائم ما فيها حاجة وحجبات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتوى للشرك فكل هذه سماها النبي صلى الله عليه وسلم شرك لكن عند هذا الناس عند هؤلاء الناس الذين يدعون إلى الشرك ما فيها حاجة وداف الناس يبقودك لجهنم لأن الله قال إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار نكتفي بهذا القدر صلى الله عليه وسلم الحلقة جاء إن شاء الله يوم الثلاثة شكرا